أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا تقلص الفارق بين حزبي المحافظين والعمال إلى ست نقاط مئوية ما يزرع الشك في قدرة المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي على الحصول على أغلبية مريحة ونشرت صحيفة تايمز نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح قناة اي تي في البريطانية والتي أظهرت حصول حزب المحافظين على 43% وارتفاع مستوى شعبية حزب العمال بزعامة جيرمي كوربين بثلاث نقاط ليحصل على 37% وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد دعت إلى انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو اعتمادا على تفوق حزبها الكبير أنذاك في استطلاعات الرأي لدعم موقفها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي